ولنقاش ملف الحملة الإغافية التي قدمتها هيئة علماء المسلمين بالتعاون مع منظمة يوم القرى للنزحين في مخيم حسن شام الثاني بي الموصل ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة يوم القرى دكتور ناصر الفهداوي أهلا بكم دكتور حياكم الله حياكم الله سيدة الكريمة يا محمد دكتور ما تفاصيل الحملة الإغافية التي أطلق تموحها في المنظمة بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين في مخيم حسن شام الثاني بالموصل هذه الحملة تكملة للحملة السابقة هي هذه الحملة الثانية بتقديم المنح المالية حيث تقدمتها وسبقتها حملة أولى كانت في آخر شهر رمضان المبارك لمشاركة أهل النازحين العائلات الكريمة في المخيمات بمناسبة ختام شهر رمضان وقدوم عيد الفطر المبارك بقي هناك عدد كبير من العائلات النازحة الكريمة في المخيم لم تشملها المنح المالية ولذلك جاءت هذه الحملة الكبيرة بتقديم المنح المالية وقدمت منظمة أم القرى للغاة الإنسانية بالتعاون مع القسم اللغاة في هيئة علماء المسلمين بالمنح المالية للعائلات الكريمة النازحة في المخيم وقدمت خمسمائة منحة مالية لتشمل جزءا كبيرا من العائلات الكريمة النازحة في المخيم ثم ستتلوها حملات قادمة أخرى في الأيام القريبة القادمة بإذن الله لتشمل جميع العائلات الكريمة النازحة في هذا المخيم في شهر رمضان المبارك كان الغذاء هو الوسيلة التي يحتاجها النازح في المخيم يحتاج الغذاء لكي نعينه على طيام شهر رمضان المبارك على ثم وجه وقدرنا كذلك ورأينا أن العائلات الكريمة تحتاج إلى المال ولتلبية بعض الاحتيادات الضرورية للعائلة في المخيمات ولذلك جاءت هذه الحملة بتقديم منح مالية للعائلات الكريمة في المخيمات نعم دكتور ما هي أهم التحديات التي واجهتموها خاصة وأن توزيع مثل هذه المنح وحتى المساعدات الغذائية منذ شهر رمضان كانت في ظل وباء كورونا حقيقة يعني ما زالت المحاضير والمخاوف تكتنف كثير من الحركة من الانتقال إلى المخيمات وكذلك خطورة هذا الوباء من الانتقال بين النالحين وغيرهم ولذلك هناك تحديات أخرى في الانتقال من المناطق إلى منطقة أخرى إلى مخيمات النزوح حيث الطرق مغلقة ومنع الحركة وكذلك حتى هناك تحديد لسرق المنظمات العاملة خوفا من خطورة هذا الوباء نحن نحفرز كثيرا ونتخذ الاحتياطات اللازمة في التقارب وعدم الملامسة وكذلك نشعر بأن هناك بعض التحديات من الانتقال وكذلك المرور بالحواجز الأمنية والسيطرات ولكننا بحمد الله نأتي بإنجال هذه الحملة على أسمي وجه ونقوم بإيصال هذه المساعدات إلى أهلنا النازحين نعم دكتور تحدثت أن العائلات هناك متزال بحاجة لمزيد من المساعدات ما هي الخطط المستقبلية للمنظمة لدعم هذه العائلات خاصة وأن الأزمة مستمرة أزمة الوباء العائلة الكريمة لها احتياجات كثيرة جدا حالها حال العائلة التي تسكن في البيت تحتاج إلى الملبس، تحتاج إلى المأكل، تحتاج إلى المياه تحتاج إلى المياه الصالحة للشرب، تحتاج إلى المشرب، تحتاج إلى الدواء تحتاج إلى اللوازم الأخرى، لوازم المقود في هذا المخيم وكذلك لوازم أبنائهم من الاحتياجات المختلفة من الدواء، من الغذاء، من المستجرات المدرسية وغيرها ولذلك نحن نضع خططنا لكي تكون متناسبة مع حال الناس وحال النازحين وندرس الاحتياجات الضرورية لهم ولذلك تأتي الحملة بالتناسب مع شدة الاحتياج والاحتياج الماس للحملة الإغاثية التي نقدمها لهم كانت منظمة المنطرة قبل أيام في ناحية الصقلاوية تابع لقبائل فلوجة وقدمت 25 من حمالية لعوائل الأسر المغيبين وكذلك المعتقلين الذين يجهل أماكنهم منذ أكثر من ثلاث سنوات وتركت هذه العوائل بلا معيد وبلا مغيد ولذلك جاءت حملة منظمة المنطرة لتقديم المنح المالية وعانت هذه العائلات التي لا معيلة لها وجاءت كذلك حملاتنا في رمضان وبعد رمضان وهذه الحملات لتقديم المنح المالي خططنا المستقبلية بإذن الله سيتم شمول هذا المخيم بجميع العائلات الساكنة فيه وكذلك شمول أغلب المخيمات لتقديم المنح المالية لكي نعين أهل النازحين ونقف بجانبهم وتقف هذه المبادرة مبادرة مرقرة والقسم الإغاثي في هيئة علاماء المسلمين لكي تواصل جهدها الإغاثية لأنها تستشعر كل مآسي أهلنا واحتياجاتهم ولكي تكون قريبة وتلامس مآسيهم ونكباتهم في النزوح وفي المخيمات وفي أظروفهم مختلفة التي يعانون منها ولذلك تحفل خطاء هيئة علاماء المسلمين ومنظمتهم القرى لكي تقدم الجهود المتواصلة لكي تعين أهلنا في عراقنا النازف وتعينهم على أظروفهم وشدة مآسيهم شكرا جزيلا لكم المتحدث والإعلامي باسم منظمتي يوم القرى دكتور ناصر الفهداوي كنت معنا عبر الهاتف من أربيل